مهم فبيتكلموا فهو كابتن سعادوك اه كابتن سليم قالوا لهم لا اللي موجود علاء ما يهو السامريت مع مستر جوزي خدت كم سنة مع مستر جوزي خدت معاك كم بطولة كل بطولة ممكن تخيلها في حياتك يعني وصلنا كاس عالم لأنديها ثلاث مرات في يوم واحدة وصلنا لثالث عالم كل بطولات ممكن تخيلها في حياتك أخدناها هل انتوا كنتوا محظوظين ان كانوا معاكوا مدير فني كويس هل كانوا معاكوا لعبين على مستوى عالي كل كله كله تجمع مرواح بالضبط هي كورت القدم كده كابتن لعيبة كويسة مع مدير فني قوي وكويس تجيب كل البطولات دي حاجة أقلم التاني بيحصل خلل لكننا دي الاهدام بتدور على لعيبة كويسة قوي ومدير فني شخصيته قوي وده حصل مع مستر جوزي اتفضل أهم بطولة في البطولات انتوا أخدتوها دي مع مانو جوزي كانت بطولة ايه هم اتنين ليهم زخنات حلوة قوي اللي هي ايه اول بطولة مش قوي بطولة 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 أفريقيا بتاعت صفاقصي بتاعة أبو تريكا الهدف في البشمال وفوزنا على خدنا التالت العالم دي كانت 2006 اه تالت العالم في بطولة العالم لاندي دي كانت بالنسبة لنا انجاز تطلع التالت عالم دي لكن بطولات خدناها كلها دوري وكاس وصوبر مصر وصوبر أفريقي وكل حاجة موجود تخيال يعني ما كانش فيه بطولة بالجيل ده مع مصر جوزي كنا بنخسره طب انت قلت في التصريح ليك ان جيلك موهوب عن الجيل بتاع ابو تريكا ومتعبوا الكلام ده مش ايه صحة الكلام مش كله مش مش الجيل الجيل ككل كان في بعض العمم كان موهوبتهم زيادة أعلى بكتير طبعا دي 2006 دي 2006 ده ماتش غريب استفقصي واحد سفل طبعا كان جوزي وحسام وكنتنا وطبعا بطولة لها طبعا خاص جدا 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 عننا يعني اه ذكراتك ايه كانت مع المباراة دي بالذات دي اه مباراة مش ممكنش متخيلها اه نزلنا نسخن مش عارفين نسخن من جماهير الصفاقصي اه انا فاكر على فكرة كان عاملين لوحة كبيرة قوي انا فاكرنا لوحة دي كويس قوي لوحة كبيرة قوي لوحد قاعد على رغبته ومعاكس أفريقيا ومنحانة كده وبيقدمه للصفاقصي لو النادي الاهلي والصفاقصي اكتر حاجة ممكن دايقتني وانا كنت دايما مسؤول على اللعيبة انا بسخن اللعيبة في المباراة فارتوهم يا جماعة استنوا وبصوا على الموضوع ده والله يا كبيرة مصافة اه انا فتكارت اللحظة دي حالي اول مرة تكلم مع حظاك فيه رتوهم يا جماعة بصوا على اللوحة دي انا فاكر الصورة دي والله يا كبيرة مصافة يعني سبحان الله يعني المباراة مشت تمشي تمشي طبعا غير الهدف الاسطور اللي جابوا ابو تريكا وفوزنا بالبطولة طب كميلي بقى بقية اتفضل اه لا جيل مش عايز اقول جيل ككله لكن كان فيه بعض اللعيبة كان مهوبتهم عالي قوي نعم لكن ممكن ما كملوش لكن جيل ابو تريكا وبركات ومتعب اه لا جيل قوي جدا جيل زهبي فعلا طبعا طبعا توافرت فيه كل الامكانات اللي انت عارفها مع اه جاز فني قوي جدا مع مشيو الزهبي مع دايما الحاجة اللي بقولها اللي هي بتيجي دايما فوق الناس كلها